دشنت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية المرحلة الثالثة من المساعدات الإغاثية لمديرية حيس وأكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بأن تدشين المرحلة الثالثة من المساعدات الإغاثية للمتضررين في مديرية حيس بعدد ثلاثة ألاف سلة غذائية من أصل تسعة ألاف سلة جاء تنفيذا لتوجيهات قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي الأميد الركن طارق محمد عبدالله صالح اشتركوا في القناة